سلام المسيح تحية عراقية تحية طيبة لكم بأي مكان أنتم موجودون به وفرحان أنه فعلا نكون وياكم من خلال التأملات التي نعرفها لكم نعمة الرب اليوم سنتأمل عن الرب وراعية بسمور 23 والعدد 1 مكتوب الرب وراعية فلا يعوزني شيء ملك داود الذي كتب هذا المزمور الذي كان يوم من الأيام راعي ولأنه كان مهتم بالراعية واهتمامه كان شامل من كل النواحي وقت الذي يحب أن يعرف عن الله لنا يريد يعرفنا لله يريد يعرف الله لنا بالصورة التي قدر يفهمها ويعبر عنها بكلماته كتب هذا المزمور أنا أشجعك تقرأ المزمور كل يوم من الأيام مزمور 23 نرى النقطة الأساسية المزمور 23 هي بأول آية التي قرناها والباقي الموجود هو التوضيح والشرح الذي يريد أن يقولها بأول آية دائماً الطالب يأخذ من المعلم ويتكلم وطبيعة الإبن ترمز وتشير على من هو الأب ملك داود كان لفرصة أن يقتل يوم من الأيام عدوه الذي كان يطرده ملك شاول لكن حبه التي نرى هو جاء من الراعي الصالح جاء من الرب الذي هو عبده وهذا ولا مرة هو مدئدة على ملك شاول أختي وأخي حياتنا تعكس إيماننا تعليمنا وأيضاً تعكس صورة الله الذي نعبده دعونا نتمثل بالخالق الذي خلقنا حبنا ويريد يسامحنا ويكون على علاقة وارتباط وإيانا أشجعك تقرأ مزمور 23 وتفحص وتشوف كيفية الرب فعلاً مهتم بكل صغيرة وكل كبيرة بحياتك صلي هالصلاة دوية قل لي يا رب أنا أريد فعلاً أتعرف عليك لأن أنت هو الراعي الصالح يا أبا نفس المهوي إحنا ضائعين يا رب مكتوب في كلمتك كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحداً إلى طريقه لكن يا رب هذا اليوم نعترف أننا بدونك يا رب ضائعين فعلاً عرفنا يا رب على نفسك أكثر وأكثر باركنا يا رب رجعنا يا رب للعلاقة بك أشكرك يا رب لأن أنت اللي بدارت أن تكون على علاقة معنا باسم المسيح يسوع أصلي آمين آمين الرب باركك ولا تنسى الرب رعيا فلا يأوزني شيء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى